تكلمنا عن اهتمام الدولة بالرياضة ودعم الرئيس لها والافراد اللي بيحصلوا على موديليات التكريمات الرئاسية اللي بيحصلوا عليها خلف فترة الأخيرة الحاجة جميع الطلب يتم تكريمهم من الرئيس جميع الرياضات بيتم تكريمهم بالدولة كانت توجيه الحالي وزارة شابو بياضة والحكمة المصرية عايز اقول لحدك يعني اللي اشتغلت فيه الدولة بشكل كبير جدا هو فكرة توسع والانتشار وتكسيك الدنيا الرياضية في كل محافظات ومودة المصر الحمد لله النهاردة ابندا نتكلم ان مصر واحدة من اكبر الدول في العالم اللي تمتلك بنيا رياضية خائقة المستوى بتضاهي كل الملاعب والصلاة والبنيا الرياضية اللي بيتلعب عليها بطولات عالم او منافسات دولية مختلفة سواء بقى المدينة الرياضية للعامة الولمية اللي موجودة في العاصمة الإدارية الصلاة المغطاة تطهول الاستداد الملاعب اللي موجودة في مراكب الشباب الحمد لله نهاردة احنا بيتكلم ان مصر اخر تصنيف عملناه بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية اعلى دولة استضافة بطولات دولية وعالمية خلال عام 22-23 على مستوى العالم طبعا شيء جميل جدا شيء مشارف يعني حوالي 420 بطولة دولية وعالمية تم مستفضة على عرض مصر من خلال البنيا الرياضية الحاجة ده اهتمام غير مصدوق من الدولة من الكيادة السياسية من الحكومة المصرية بتشتغل علي وزارة الشباب ورياضة في توفير الدنيا الرياضية في توفير الدعم المالي سواء لمعسكرات والأفطال كل الرعاية المالية اللي كانت تطلوبها اللي أفطالنا حتى توافق ما يتعلق بالقريس او بطولات العالم المختلفة او الدولات العلمية حاجة دعم غير مصدوق من الدولة الكلة عبطالنا اللي يستكمل ده الحال فترة اللي جاية بكي موظومة اللي وزارة تشتغل عليها بتوجيهات ايضا من الكيادة السياسية يعني عايز اقولك يا صدران ما كانش موجود قبل كده ان رئيس الجمهورية يتدخل ويتطلع موظوعة من القرارات لإعادة ضبط المنظومة الرياضية في الإطار الفن بتاعها لتحقيق إنجازات ترضي والقلابي تطلعات الجمالية المصرية اللي ما حصلت بعد نتائج باريس والوزارة اشتغلت عرضها الحقيقة وبيحصل دلوقتي عادة ضبط كامل كامل لكل المنظومة الرياضية بكل مفردات الاتحادات الرياضية في الأبطال في الدعم الفني الإداري في الرقابة المالية وفعلاً دا احنا بنشوفها طب خليست برضو حضرتك عن دور بقى الوزارة في دعم الرياضات الفردية والجماعية الحقيقة عايز اقولك يعني احنا وكنا دائما بنتكلم من الرياضات الفردية كنت اسمها كده في مصر إعلامياً حتى عند حضراتك في الإعلام من سماية الألعاب الشهيدة نهاردة لايه الحمد لله بايتك يعني اغلب هذه الرياضات الفردية من الدعم اللي موجود والرعاية اللي موجودة من الدولة القصرية والخيادة السياسية اطلعت معظمها على العاب شهيرة بات الناس عارفة صارة سمير وعارفة جندي وعارفة محمد السيد اللي هو عطلنا الأولمبيين عارفة كل الأبطال اللي متفوقين في حضرات عالم مختلفة بنحاول دايما لناس حتى مع وسائل الإعلام ان احنا نبرز دورهم طب انا وفارد كل الدعم المالي ليهم للعبات الفردية فقط تبقى المركز تجريب السلق القومية البعادي او الصلاة المغرطة او الاستاذات اللي موجودة في كل محافظات مصر خطلا عن كده الدعم المالي غير المسنوك لكل المتصلبات الخاصة بابطالنا في اللعب الفردية حقيقة عايز اقولك ان استضافة مصر للبطولات الرياضية بيقع تخط كرصة الاحتكاك المباشر اللي عطلنا ان شاء الله احنا عندنا كمان يعني اه مش يعني بدونه قطع كده ان شاء الله المشروع القامل اكتشاف الموهوبين اللي الوزارة تشتغل عليه من الولاد الصغيري لتخريج بقى الطوات للعبات الفردية حيحقق ان شاء الله الفترة اللي جايه تفرغ بنا جدا بكل اللعبات الفردية اللي موجودة في المنافسات المختلفة في كل التحديات الرياضية وكل نتائج ان شاء الله مزهلة في طوافل مطوات العالم على فضارة العرب الرياضية بس انجلوس عشرين تمانية وعشرين طيب عايزين برضو نهارف دور وزارة الشباب والرياضة في ان هي يعني بتزرع زي ما بيقولوا الروح الرياضية والتسامح بين مشجعين الفرق المختلفة شوف احنا بنشتعل على الملف ده بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بشكل مباشر من خلال برامج معده خصيصا لنفس العنف والتعصص في الكرة القدم بحديدا وهي اكثر لعبة يعني بيعمل فيها وقيازنا خطيها التعصص شوية وفي كل اللعبات الاخرى بنعمل مبادرات ونشارك فيها شبابنا والاولاد الصغيرين ونشارك سامع وزارة التعليم وزارة التعليم العالي نحاول دايما نغذي لدى اولادنا الصغيرين للمشروعات اكتشاف الموهبين ده مشروع دوري مراكز الشباب زي مئات الحياة وعشرات المشروعات لاكتشاف الموهبين نغذي في اولادنا في المنتخبات المصرية في العالم المصري حتى لو انت بتلعب في اهلك في زمالك في اي نادم ووجود في الدور المصري لعبة كورة او اي لعبة في النهاية انت بتنتمي للعالم المصري دايما نحاول نغذي جواهم من خلال بقى مجموعة من المبادرات اللي نشتغل عليها بشكل غير مباشر يعني حالو خير اشتغلت بشكل مكثب شوية الفترة الاخيرة على فكرة وضع مجموعة من الدوابط واللوائح بالتنسيق مع الاندية مع الاتحادات ان يكون فيه سواء بقى ما يتعلق بالعقوبات الخاصة بنفس العنف والتعصب الكروي في ملعبنا المصرية او من خلال التشريعات اللي موجودة في قانون الرياضة المصري والتعديلات اللي الممكن ان شاء الله هتخرج للنور خلال الفترة المقبلة بل هنا في مواجهة كبيرة جدا للتعصب اللي موجود في المنظومة الرياضية بصفة عامة وبصفة خاصة يعني في كرة القدمة تطرى الاخيرة الحقيقة يعني حصل بعض الامور اللي ممكن تكون خرجت في اطار التعصب او التنمر او كذا تحديدا في مجال كرة القدم لكن دايما نحاول ننسى مع المؤسسات الاعلامية ان احنا نظر دايما النماذج المثالية بتعلق بابطان الرياضيين في كرة القدم نحاول ننسى دايما ان لما يبقى فيه مباراة للأهل والزمالك ان اعرف الولاد وده مهم جدا الحقيقة حقيقي طبعا سمحيل ان انا قول ده اهم رسالة بتطلع لاولادنا واحنا عادلنا رصد لديه ايو اكيد ان يبقى فيه روح رادية يبقى اكيد طبعا ما بدنا روح رادية وبشكر حضرتك جدا يا فندم شكرا اشتركوا في القناة